خلينا اروح للمهندس مجد المنزلاء ورئيس لجنة الصناع بجمعية رجال العمال تكلمة معك وانت سمعت جزء كبير من الحوار طبعا انا يعني اولا بعتز بكل الاراء اللي اتقالت الحقيقة الاراء كلها في محاور مختلفة انا يعني عاوز اعلق بموضوعين اساسيين يمكن برضو الاخوة الزملاء اتكلموا فيهم الموضوع الاولاني موضوع الافي سي ان هو يبقى مكتب استشاري عالمي هيبقى ده قرار تم اخذه في الاثنين وعشرين قرار الهدف منه وضع رؤية تشاركية استراتيجية للاستثمار في مصر عشان خاطر نقدر نقيس الكلام ده بتحسيد ترتيب مصر من ناحية سهولة ممارسة الاعمال فطبعا المكتب الاستشاري لما بيبقى مكلف وفي طريقة لحساب ايه المجهود بتاعه بحيث ان نقدر بنسميها كي بي اي نقدر نقيس قد ايه هو نجح ويقدر يوصلنا من 25 ل 30% زيادة في الاستثمار سنوي فده طبعا ناخد ناس خبراء عالميين ويبدأوا يعملوننا الاستراتيجية ونقدر نوصل بيها لتحسين بيئة الاستثمار في مصر ونقدر نقيس دوا لان ترتيبنا هيبدأ يتحسن لان فيه ترتيب نحن أنصب مجد فكرة ان انا استعين بمكتب استشاري عالمي زي الاي اف سي دي يعني الدولة بتتعامل بواقعية مع مشاكلها وعرفت ان عندي غياب استراتيجية ومعاديش بلانار مخططين استراتيجيين دي حاجة كويسة ولا حاجة بتقول ان انا مش عارف استغل امكانيات بعض الناس اللي عندي واجبهم انا 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 نش عارف هو بس هداك ومفيش حساسية بالناحية لا بيش حساسية بس نقول يعني مدرب الكورة بيجي خبير من أجنبي وفيه مدربين مصريين كويسين بس أنا عاوز أقول هذا الملف أصبح من الأهمية ملف الاستثمار لأنه بيربط حاجتين مهمين جدا بيربط الناتج القومي وبيربط التصدير معاه كل ما بتزود الاستثمار كل ما الاثنين دولارم بيزيدوا ودولارم بيبقى لهم تأثير مباشر على المواطن كل ما تتوفر السلع أكتر كل ما الأسعار تبدأ تقل فالاستثمار وعشان كده يعني أنا سعيد جدا ويمكننا احنا في جمعية رجال الأعمال طالبنا بالمجلس الأعلى للاستثمار دوا وبعدنا الكلام ده مكتوب بغرض أن المجلس الأعلى لما يكون فخامة الرئيس هو اللي بيرقسه بيدي رسالة للمستثمرين أن هذا المجلس قادر على تخاذي القرارات الفورية وتنفذها وتنفذها القرارات اللي اتخذت قرارات إيجابية للغاية لو روح للموضوع مثلا زي موضوع الويردوف باوس اللي حضرتك اتفضلت بيه أنه بيكلم ابن بلده ويسأله إيه رأيك في الاستثمار في مصر وكده ده دور ممكن يلعبوا كمان كثير من رجال الأعمال المصريين اللي لهم شرقاء أجانب من الخارج بيقدروا أو قدرت التنشيط اللي كلمة للدكتوري شام بيقدر يقولوا تعالى هنستثمر مع بعض هنعمل جوين بنشر السوق سوق واعد هو بيكون جربوا بأنه كان بيستورد هذه المنتجات قبل كده فبيقولوا تعالى هنصنع وحنصدر ولما بيبقى فيه شخص محلي أو شركة محلية بتساند المستثمر الأجنبي بيبقى مطمئنة أكتر لأنه بيبقى عارف أن الشركة البصرية عارفة النظام ماشي إزاي والدنيا ماشي إزاي وطريقة المبيعات إزاي يعني بيبقى عنده معلومات كافية تؤهله أنه ينجح الشركات الأجنبية اللي هي موضوع الضرائب مش بيفرق معها كتير بس هي عاوزة سياسة ضريبية سابقة لأنها هي دي اللي بيدخلها لكن لأن معظم الشركات دي الكالشر بتاعها أو التعود بتاعها إنها بتدفع ضرائب في بلادها وعدم دفع ضريبة دي تعتبر جريبة كبرى وبالتالي هم بيبقى موضوع الضريبة ده هو عنده استعداد إنه استعداد ضريبة بس أقول لي كام والمدة قد إيه اتقد قرار مهم جدا إنه هيبقى فيه سياسة سياسة للضرائب لمدة خمس سنين استراتيجية للسياسة الضريبية في بصر لمدة خمس سنين يمكن خمس سنين مدة يمكن نحب يتقال خمسة ويتقال عشرة أه وممكن نزودها إلى عشرة بس نحط الأول الأساس أه بس نحط الخمسة ونشتغل عليها وبعدين ممكن تبيه يعني تتمدد يعني فدي برضو من الحاجات المهمة أوي هو عاوز نوع من الاستقرار في السياسة الضريبية كل المشاكل اللي هي لها علاقة بالترخيص ورقصة الزهبية وتوفير الأراضي وكل الكلام ده في دول كتير زي ما الزملاء تفضلوا عندها كل المميزات دي فأنت ما بتحطش ميزة إضافية لكن الميزة الإضافية اللي عندك السوق اللي هي السوق والأيدي العاملة المدربة وإحنا بنتدعي إن إحنا عندنا أيدي عاملة مدربة بكسرة ومتواجدين وأسعارهم أو أسعار الأيدي العاملة لا زالت أرخص من دول كتير يمكن أرخص من الصين والطاقة أرخص يعني ده طبعا بيدي ميزة كبيرة جدا للمستثمر الأجنبي إحنا النهاردة عملنا الإنفرستركشور بتاعنا على أعلى مستوى الطرق في القطارات اللي هتإن شاء الله هتبقى أهم من الطرقات الطاقة وتوفير الطاقة أول حاجة توفير الطاقة وبقت متوفرة بحيث إن إحنا هنقدر نصدرها وده طبعا مجهود كبير جدا تم في فترة زبنية وصيارة الطرق همين تجميلة جدا بقت شرايين تقدر توصلك لسه باقي بعض التشريعات وعشان كده نحاور الـ 22 قرار طلعوا فيها كان فيها تكلفات واضحة للسيد وزير العدل عشان الراجل المستثمر اللي داخل عاوز يعرف حيخرج إزاي كل ما يبقى مطمئن إزاي حيخرج في سنة ولا في عشر سنين برا السوق هو مش مش ضرورة أن يكون بيفكر في الخروج لكن قبل ما بيحط رجله هاخرج إزاي هاخرج إزاي فدي حاجة مهمة جدا أن يبقى فيه وزارة العدل تعمل تشريعات التشريعات دي تسمح بال نقدر نقول الاختلاف أو المشاكل الاقتصادية والتجارية يتم حسمها تحل النزاعات حسم القضاء صحيح وصرعة الحسم وموضوع الحياة التنافسية